طالبة تبلغ من العمر 14 عاماً مستوها الدراسي بشكل عام ممتاز رغم أن أمها لا تصلي ودائماً بعيدة عن الله بسبب بعض صديقات لها عقولهن لا تفكر سوى في المراح والغناء وكثرة الخروج ويسمحن لبناتهن بالخروج مع أصدقاء شباب وقد لاحظت المشرفة الاجتماعية بمدرسة الإبنة في الفترة الأخيرة وبالتحديد قبل الامتحانات بشهر تدنياً شديداً في مستواها الدراسي فقامت باستدعائها وسؤالها عن السبب وبعد تردد من قبل الطالبة انفجرت باكية وأخبرتها أن السائق الأسيوي الذي يعمل عندهم ومنذ شهر كان في كل صباح وعندما يقوم بتوصيلها للمدرسة كان يقف في مكان بعيد عن الناس ويقوم بوضع يده على أجزاء من جسمها وهي ترده بغضب ودموع ولا تدري ماذا تفعل به وأن الطالبة قد أخبرت والدتها بهذا الأمر منذ أول يوم فقالت الأم لها لا تخبر أباك فيقوم بترحيل السائق ونمنع جميعاً من الخروج والنزهات والتسوق بعد أن سمعت المشرفة هذه القصة غضبت وأخذت رقم هاتف المنزل من الطالبة واتصلت بوالدتها وأخبرتها عن الأمر فردت الأم وقالت لقد فضحتنا هذه البنت أنا في حاجة ماست للسائق لأني لا أطيق الجلوس بالبيت وأحب الخروج دائماً وابنتي إذا أخبرت والدها سيسبب مشاكل في البيت صعقت المشرفة الاجتماعية من هذا الرد والتفكير العكسي للأمور وقامت بالاتصال بوالد الفتاة في عمله وأخبرته بالموضوع كاملاً ثم عاتبته لأنه لا يهتم بأمور بيته ثم ذكرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول جن جنون الأب وحضر مسرعاً إلى المدرسة وأخذ ابنته إلى المنزل ثم دخل على السائق وقام بضربه ثم بترحيله إلى بلده في أول رحلة ثم عرف خطأه وأنه كان من أسباب ما حدث لابنته فقد ترك زوجته تستمع إلى الأغنيات وتشاهد التلفاز ولا تهتم بأمر ابنته كما أنه كان لا يقضي حاجة أهله بنفسه ويغيب كثيراً عن البيت ولا يعود إلا آخر الليل وأهله نائمون فاستغفر الله وتاب إليه ثم هدد زوجته بالطلاق إن لم تترك ما هي فيه من لهو وعبث وتهتم بشؤون بيتها وأولادها وقال لها غاضباً لقد ضيعت حياتك في هرج وفوضى وكدت أن تهلك في الدنيا وكذلك في الآخرة لولا ستر الله عليك ندمت الأم بعدما عرفت الخطأ الجسيم التي وقعت فيه باستبدالها كلام الله وآيات القرآن والصلاة والقيام بالاستماع للأغاني ومشاهدة التلفاز والخروج يومياً للتنزه بلا هدف وأنها كانت ستدفع الثمن غالياً لولا أن الله ستر على ابنتها البريئة وأنقذها من هذا السائق عديم الضمير وقد تابت إلى الله توبة حقيقية واستبدلت الصحبة السيئة بجارة صالحة تصحبها إلى كل مجالس الخير وتحفظ معها القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين في يوم الخميس الثالث من شهر فبراير عام 2006 وأثناء ما كانت الباخرة سالم إكسبريس في طريق العودة من منطقة تابوك السعودية إلى السفاج المصرية وهي تحمل أكثر من 1400 فرد بينهم بعض العائدين من أداء مناسك الحج غرقت الباخرة في البحر على مسافة ثمانين كيلو مترا من ميناء سفاج المصري وراح ضحية الحادث أكثر من ألف إنسان مصري وقد نجى الله رجلا من الغلق في هذا الحادث ويحكي قصة زوجته التي غرقت في طريق العودة من رحلة الحج فيقول صرخ الجميع إن الباخرة تغرق فصرخت في زوجتي هيا خرجي فقالت لي والله لن أخرج حتى ألبس حجابي كاملة فقلت لها هل هذا وقت حجاب أخرجي فإننا سنهلك فقالت والله لن أخرج إلا وقد ارتديت حجابي بكامله فإن ميت ألقى الله على طاعة فلبست ثيابها وخرجت معي فلما تحققنا جميعا من الغرق تعلقت بي وقالت أستحلفك بالله هل أنت راض عني فبكيت بكاء شديدا فقالت لي هل أنت راض عني أريد أن أسمعها فقلت لها والله إني راض عنك فبكت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله ظلت تردد الشهادة حتى غرقت أرجو من الله أن يجمعني بها في الآخرة في جنات النعيم يا أيتها النفس المطمئنة يرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بعد المناظرة التي فاز بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وانهزم النمرود الكافر خل سيدنا إبراهيم بنفسه وسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى وقد أحب سيدنا إبراهيم عليه السلام في ذلك أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فقال لربه رب أرني كيف تحيي الموتى فسأله رب العزة أولا تؤمن إن الله تعالى يعلم أن إبراهيم عليه السلام مؤمن تمام الإيمان ولكنه يسأل عن الكيفية التي لا يمكن أن يتم شرحها بكلام إنما بعملية واقعية وعندها قال سيدنا إبراهيم عليه السلام لربه بلى ولكن ليطمئن قلبي أمره الله تعالى أن يأخذ أربعة من الطير وهم الحمامة والديك والطاوس والغراب وأمره أن يذبحهن وينتفريشهن ويقطعهن قطعا صغيرة ويخلط لحومهن بريشهن ثم يضع على رأس كل جبل جزءا منهن ثم يمسك رؤوس الطير بيديه ويسمي الله تعالى ويدعوهن بدعاء علمه الله إياه ثم ينتظر قليلا ليرى ما سوف يحدث وبينما كان إبراهيم عليه السلام واقفا متفكرا في خلق الله سبحانه إذا بالطيور تأتي إليه واحدة بعد الأخرى فأخذهن وذبحهن وقطعهن وخلط لحومهن بريشهن كما أمره الله ثم وضع على رأس كل جبل جزءا من لحوم الطير المخلوطة ببعضها وبينما إبراهيم ينظر إلى رؤوس الجبال التي وضع عليها بنفسه أجزاء لحوم الطير وريشها إذا بالريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم وكل جزء يصل إلى الجزء الذي يخصه حتى قام كل طائر على حدة وأتينه سعيا ووقفن بين يديه دون رؤوس ثم أخذ كل طائر رأسه من بين يدي إبراهيم فإذا قدم له إبراهيم رأسا غير رأسه امتنع أن يأخذها وإذا قدم له رأسه التسقت به مع بقية جسده بقدرة الله عز وجل وقوته وعظمته عندها خر إبراهيم ساجدا لله عز وجل قائلا في خشوع وخجل أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أريلي كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم